اهلا بكم مشاهدين من جديد تتعرض المنطقة ما بين الرقبة والصدر للكثير من الترهولات والتجاعد مع التقدم في العمر فكيف يمكن التخلص من هذه التجاعد وما هي آخر تقنيات التجميل في هذا المجال للمزيد ينضم إلينا في الستوديو طبيب التجميل الدكتور نادر صعب صباح كلام الخير صباح الخير نحن قاعدنا ربع ساعة نشرح شنو ديكولتي ليش تسمونا ديكولتي ليه ديكولتي متل ما بنعرف المنطقة يلي بأسفل العنق وأعلى الصدر يمكن شوي منطقة ما كتير الناس بيهتموا فيها هذه منطقة فعلا كتير مهمة لأنه السيدات بيهتموا بالعنق والوجه وبيهتموا بالصدر لكن هالمنطقة يلي بتشكل يمكن منطقة كتير مهمة خاصة بالبلدان العربية لأنه معظم السيدات والنساء خاصة وقت ما بتشوف الفاشن ديزاينر بكل تيب بيكون فيها التقوير بالتيب يلي هي من منطقة تعري لكن منطقة ظاهرة بس كتير من سيدات ما بيهتموا فيها لهيك يمكن حبينا نضوي عليها لحتى نعطيها اهتمام وبالتالي نحافظ عليها على عمر مبكر لأنه أنا جراح تجميل لكن بنعمل جراحي تجميل للرقبة من خلال شد الرقبة والوجه بنعمل عمليات تجميل لتكبير الصدر أو رفع وشد الصدر إنما الدكولتي بيعطي عطول عمر وبيفضح السيدة إذا ما هتمت فيها هلأ علاقة بالسمنة أو النحافة؟ أكيد عطول النحافة أو التقدم بالسن وقت ما السيدة بتحافظ على جسم نحيف بيفضل كلاجان وبالتالي بتزيد التجاعيد أكيد إضافة إلى عامل الأخرى المؤسرة أكيد تعرض لأشعة الشمس مثل دي دبي وقت ما السيدات بيروحوا على البحر ما بيغطوا هالمنطقة أكيد للجفاف يلي نتج من وراء الهرمونات مثل الاستروجان بفترة الحمل أو عند انقطاع الطمس سن اليأس هون بيوقف الاستروجان وبالتالي السيدة بتحس أنه جسمه كله عم يتغير بدءا من الوجه لأنه بتصير تزداد الترهولات وبينعكس كمان على منطقة الدكولتي إضافة إلى عدم شرب المياه عدم استعمال الكرامات عدم استعمال الوخز والليزر يلي منعالش فيهن الدكولتي للحفاظ على الشباب طب والعمر دكتور يعني حنا بنشوف أن هذه المشكلة حتى موجودة عند صغار السن مش نبس الكبار أكيد لهيك لازم نبلش من عمر صغير من عمر ثلاثين سنة وما فوق نعطي اهتمام للدكولتي والرقبة لأنه كثير من السيدات وجهن حلو لكن رقبتهم والدكولتي بلشوا يتأثروا لكن الرقبة عطول من الجألة شدة لكن بجوارها في الدكولتي ملاقي كثير من السيدات يمكن شدين وجهن ورقبتهم بشكل جدا طبيعي مبين حلو وعاطي عمر صغير إنما ساعت منشوف المنطقة الرقبة وجنب الدكولتي ميلاقي في فرق كبير بالسن أو حتى بشبه أنا وقت ما السيدة شدي وجهة وحطة إيدها بيكون أفل يدين مع الدكولتي بيعطوا عمر كبير لأنه سيدات ما بيهتموا فيهم إنما الرقبة والوجب بيبينوا أصغر بعشرين سنة في كريمات حتى منتشر كثير في الأسواق تروج تقول أنها تشد تمنع التجايد هل هذه تنصح فيها أم لا؟ هل العلاج بيبدأ بالترطيب الترطيب بدءا من شرب المياه بدءا من المحافظة على هرموناتنا عدم التدخين عدم التعرض للشمس إضافة إلى العوامل الأخرى بدءا باستعمال الكريمات للترطيب البشرة إضافة إلى العلاج يلي بعمله يلي هو من خلال حقن وخز الكافيار والبيبسكن والدهب لإزالة الأكسدة من الخلية وبالتالي إعطاء شباب للبشرة وحقن الدرمادينئي يلي بساعدنا على تحويل الإلاستين للكولاجين وبالتالي منتلاقي المنطقة صارت شباب أكتر صارت الجلد أسمك صارت نظرة صار فيها مرونة ورونة وبالتالي السيدة تحس فعلا بانتعاش بهذه المناطق يلي غالبا 12 شهر ما بدي أقول مش 9 شهر السيدة بتقدر تلبس والديكولتي مكشوف دكتور نادر يعني الوجه تشدونا بخيوط أو بوتوكس الرقبة أيضا ماذا عن هذه المنطقة اللي من أسفل العنق وعلى الصدر ديكولتي يعني اليوم عم نضوع هالمنطقة لأنه ما إلى علاج من هالنوع أنا شخصيا ضد استعمال الخيوط لأنه فيتة كثير ضئيلة حتى لبل غير مستحبة لأنه نحن ما نحط خيوط لنستفيد من العوامل السلبية ما نحط الخيط لحتى يصير فيه تليفات لحتى نحس بالشد إنما التليفات هو خطأ هو مش لازم يكون موجود صحي لكن استعمال الوخز استعمال الليزر استعمال الأبر كله هيدا لأنعاش البشرة يعني أنا بفضل بحياة المهنية يعتمد يعني كان نادر صعب كجراح تجميل بعمد إلى ترطيب البشرة لعدم حصول الجفافية اللي يؤدي إلى الترحل منطقة ديكولتي متما قلت عادل ما إلى أي نوع من أنواع الجراحة كرميل هيك العينية فيها لازم تكون بعمر مبكر بدءا من 35 سنة ونصير نهتم فيها باستمرار لأن الرقبة بشدة قد ما تكون يعني عمرها 70 سنة مترهلة كلها منشدة بساعة ونص من الوقت منشدة الوجج أسفل الوجج والعنق بيبين أصغر بعشرين سنة مع الحفاظ على الجمال الطبيعي والراقي مثل ما ربنا خلقنا إنما تديكولتيك رميل هيك لازم نبلش فيه لكان في عنا الوخز في عنا الكولاجين في عنا الكافيار البيبسكن الدهب واستعمال الليزر بطريقة مستمر كافيار شو هيدا هيا لا خلينا أفهم أول مرة هيدا سمعت أول مرة سمعت اليوم نستعمل الكولاجين كولاجين أبيا اللي هو الكولاجين البحري اللي بيحتوي على مكونات الكافيار اللي هي الأقرب إلى مكونات الخلية الجلدية البشرية وبالتالي هون وقت حاكم كتير مهم الكافيار طب دكتور لو فيك تستعمله بيطير السؤال دكتور بتنصح لاللي هو ثلاثين خمسة وثلاثين أنه يهتموا يعني هم أصغر طب السيدة اللي هي وعمرة هل فوق ستين خمسة وستين سنة هل في أمل أنه تستخدم الإبر أن ترجع المنطقة شباب شوية يعني السؤال كتير مهم عطول لو تأخرنا أفضل من أنه ما نعمل شيء ببداية الأمر منقدر نحافظ على أشياء أفضل إنما بس نتأخر بتكون النتيج أصعب أصعب لكن عطول منقدر نفيد السيدة لأنه وقت ما تكون السيدة عمرها ستين وخمسة وستين سنة الطلب اللي عم تطلبه هو لو كان تغير خمسين لسبعين بالمئة بتكون هي كتير مبسوطة لهيك بقول أنا عالم الجميل هو المحفظة قدر الإمكان على على قلق الله بطريقة كتير جميل مركتبة وجميل دكتور نادر يعني الآن اليوم تكبير الصدر ما يساعد بأنه يشد هذه المنطقة من الجلد لا أبدا أعلى الصدر بيتأثر لكن منطقة الدكولتي في فاصل كتير مهم وسبحان ربنا خلقنا بطريقة شوي منلاقي الوجه بيجمع على أسفله الرأبي بتتجمع هون الدكولتي ما بيترهل على الصدر يعني كل منطقة تقريبا مفصولة أنا أسف أنتوا تجرون عمليات أو تجري عمليات التثدي لدى الرجال هل هذا الأمر ينطبق على الرجال ولا فقط السيدات الحلوة عند الرجال المنطقة الجلدة أسمك مما هي عند الحريم وعند السيدات لهك العناية عند السيدات لازم تكون مختلفة عما هي عند الرجال تثدي الرجال هو يمكن وجود خلايا حليبية أو غدقة حليبية عند الرجل تقلص منها وبالمناسبة بدي عيد جميع أمهات العالم بهالعيد لأنه فعلا يستحقوا يلي هن المجتمع بحد ذاته بلا شك نود أن نشكرك على وجودك معنا في الستوديو على كل هذه المعلومات طبيب التجميل ودكتور نادر صعب شكرا شكرا